فبيعطي التوازن التناغم بين الصفات فالحق بتشوفه في الكتاب مرتبط في الصدق صدق نفس الكلمة ومرتبط بمخافة الرب طبعا الشخص اللي عنده حق عنده مخافة الرب لازم يتكلم الحق مفيش اشي اسمه كذب مفيش اشي اسمه كبائر وصغائر مفيش اشي اسمه خطية مميتة وخطية عرضية كل هذا من صنع البشر مفيش الخطية هي ضد الله القدوس ضد مجده وضد كمالاته وهي استهزاء في شخص الله وهي التعدي على حقوق الله فهو مرتبط بمخافة الرب اللي بيخاف الله بيسلك بالحق فالحق هو ضد الكذب وضد الضلال ضد التزييف ضد التحريف الحق دائما مرتبط بالقداسة والنزاهة والاستقامة شوف بسفر الامثال شوف كلام دقود يعني امتحني يعني بقول حتى يشوف الاستقامة حتى يرى الله الاستقامة بتاعت دقود الحق مرتبط في الصدق في الطهارة والحق احبائي الشخص اللي هو قابل للمحاسبة كما يقول الكتابة وكما قال دقود اختبرني يا الله وامتحني مين اللي مستعد يكون امام محاسبة هو الشخص اللي الذي يستغطيعا يقول لرب امتحني شوف جربني فاذا الحق هون احبائي بتظهر كل هذه الصفات والتوازن فيها الحق ايضا مرتبط بالمعرفة مرتبط بالحكمة مرتبط بالفهم الحق مرتبط بالتمييز اللي عنده الحق شخص بميز معرفة الله واختبار الله الحق احبائي مرتبط بالمواقف الصحيحة يعني الشخص اللي بيتكلم الحق واللي بيسلك في الحق واللي بعيش في الحق هو شخص او رجل او امرأة ذات مواقف سليمة مواقف صحيحة بنرجع للكلمة اميت الاثيا الاثينوس هذا الشخص اللي بيجسم حياة المسيح في شخصه بعيش المسيح بعيش الحق وهذه كل التوازن في شخص واعلانات المسيح انت بتكون شهادة حية صورة المسيح ومعاملة المسيح على الأرض مشانيك احب هاي الكلمة قوية جدا 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 من ناحية كتابية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة